بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف الأمبياء و مرسلين نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين مرحبا بكم roughト capacities في درسي الجديد من دروس الكفايات اللغوية للصف الثاني الثانوية كنا قد بدأنا في الكفاية الشفية التواصلية تحدثنا في الدرس الماضي عن بدايات، عن التواصل اليوم سنتحدث عن تواصل إقنائي العوام المؤثرة في التواصل هذه العوام المؤثرة في تواصل الإقنائي وكذلك بعض رشاطات التعلم يشاركوني بتقديم هذا الدرس في لغة الإشارة الأستاذ محمد القبيشي نحن في الوحدة التدريبية الخامسة كفاية التواصل الشفهي التواصل الإقناعي التواصل الإقناعي أهداف تدريبية يتوقع منك في هذه الوحدة أن تميز بين المواقف التواصلية الإقناعية وغيرها من المواقف الاتصال والتواصل كذلك تستخدم أساليب متنوعة من الإثبات المنطقي الإثبات بالتعليل أو بالتعميم أو بالتجزي أو بالمقارنة أو بالقياس بحسب الحاجة وحسب موضوع الرسالة أيضا تدلل على القضايا التي تطرحها والأفكار التي تتبنى بما يضمن اقتناع الآخرين بها أيضا تحلل الألماط الإدراكية للمستمع بصري سمعي شعوري وتوظف نتائج التحليل في التواصل معه وإقناعه أيضا تراعي في تواصلك الإقناعي كفاءة المستمع والجنسي واجتجاهاته تتعرف على سماتك الذاتية وتطورها لتكون أكثر قدرة على التواصل الإقناعي هذه هي أهم أهداف سدريبية تعلقة بهذه الوحدة التواصل الإقناعي كفاءة التواصل الشفهي هذا هو رابط الدرس الرقمي نحظ هنا نماذج تأثير هنا بينك وبين زملائك موقف الطرف المؤثر وهنا موقف الطرف المتلقي وكذلك القناع كذلك موقف الطرف المؤثر وموقف الطرف المتلقي وأيضا التفاوض في القناعي والتفاوض هنا مثل الدور مع عحد زملائك حدد سؤال للنقاش هل يمكن أن يحتفظ الكاتب بمكانته هل يفترض أن يضمن أبو وظيفته مثلا لكل من من أبنائه لماذا نستفيد مثلا خدمة الإنترنت إلى آخره من الأسئلة التي ذكرت هنا فأنت تتمثل هذا الدور وتأتي بما بدور الإقناع أو بدور التفاوض في نماذج التأثير يكون دور في الإقناع أو الدور التفاوض وراحظ هنا في طريقة الأسهم وطريقة أيضا المواقف المتلقي والمؤثر هنا نوع التأثير طبعا ملحوظات على لغة الحوار وسلوك المتحاورين في نوع التأثير هنا تأتي ملحوظات على لغة الحوار وسلوك المتحاورين كذلك نتائج الحوار إما إقناع وإما تفاوض في الرسم أو في الصورة السابقة المكتوبة أن هناك إقناع حتى في طريقة التحاور بين الشخصيات هنا في الإقناع تختلف عن التفاوض في الإقناع تختلف عن التفاوض وهذا أكثر تأثيرا مثلا المحاور أو المتحدث بعكس المتلقي وهنا التفاوض تكون بينه على جانب واحد قد تكون على جانب واحد في الإقناع هنا لغة الحوار هادئة واضحة دقيقة مدعومة بالدليل والحقائق والأرقام وغالباً نتائج تكون التوافق في إقناع وتكون ناجحة في التفاوض لغة الحوار تكون حوارية معتدلة أيضاً واضحة مدعومة بالحجة فيها دلة ويعتمد على البديل وكذلك النقاش هنا يأتي بالنقاش ويأتي بالبدائل في هذه الحجج ويضاً قد تكون في النتائج بعض التنازل تكون جيدة هنا عناصر الموقف التواصل الإقناعي هنا عناصر الموقف التواصل الإقناعي والتفسير وانت تعرف عناصر الموقف التواصل الإقناعي من ما بين مرسل والمستقبل والرسالة وغيرها وهنا نذكر أيضاً عناصر الموقف التواصلي في الموقف الأول تكون مثلاً الكلمات هادئة مثلا تجذب مسامع الآخرين ودلة المقناع هذا في القناع هنا مواقف هادئة تجذب في الموقف الثاني تكون الكلمات معتدلة لتنازل الطرفين عن الخصومة والتوصل للوفاق لأن هنا أيضا يكون ليس يكون مدرد قناع وإنما هنا تفاوض وإنما هنا تفاوض يكون هنا في تنازل بين الطرفين لاحظ هنا المصداقية في قوة الانطباع والكلمات والصوت والصورة الجسدية هنا فن الإقناع فن الإقناع هنا قراءة أفكار الآخر استغلال نمط الشخصية في الإقناع وهذه أيضا مهمة أيضا المصداقية معرفة ثقة حيادية للتزام أيضا هنا الفوز بعقول الآخرين كيف تركب رسالتك وتسوغها كيف تسوغ الرسالة أيضا هنا الفوز بقلوب الآخرين قوة الاستعارات والقياس والقياسات والقصص قوة الكلمات وهنا قوة الانطباع الأول سواء من كلمات تواصلية وإقناع صوت كذلك تواصل وإقناع صوت جسدية تواصل وإقناع بين العلاقة بين عناصر الإقناع والمقولات الآتية لاحظ النص هنا يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم أو الأسود الدوالي هنا التعليق عندما يخالفه فعلك قولك تفقد مصداقيتك يقولون أقوالا ولا يفقهونها وإن قيلها تحققوا لم يحققوا هذا أنس من أبي إياس إن لم تكن متفقها في الموضوع خبيرا بتفاصيلات فلن تكون مقنعا هذا أيضا التعليق هنا علاقة عن الإقناع والمقولات أيضا في وصف أحد الخطباء مليء ببهر والتفات وسعلة ومسحة عثنون وفتن أصابعي ما التعليق وهنا أيضا إن من البيان السحرا ما التعليق وكذلك أصدقائك ولا يخذلونك ما التعليق ولا يكون الصدق صدقا ما لم يصدقه الآخرون هنا سنذكر في وصف أحد الخطباء مليء ببهر والتفات وسعلة ومسحة عثنون وفتن الأصابعي هنا في التعليق نقول هذا خطيب ضعيف خطيب ضعيف في لفته وفي محتوى خطبته إن من البيان لسحرا ما التعليق هذه إن البيان لسحرا اللغة الجميلة مؤثرة اللغة الجميلة مؤثرة الموحية ذات أثر كبير أصدقائك لا يخذلونك ما التعليق هنا تأكيد أن الصداقة ليست شراكة فقط تجاري وإنما هي علاقة محبة وتواصل وإنما هي علاقة محبة وتواصل ويكون لا يكون الصدق صدقا ما نمصدقه لآخرون وهنا مقصود به إنما العبرة فيما يقتنع به الآخرون من أفكار فيما يقتنع به الآخرون من أفكار في نشاطات التعلم هنا ناقش عناصر الشكل الآتي مع زملائك وأعطي أمثلة هنا تناقش وأعطي أمثلة هنا من أساء الإقناع إثبات منطقي وعقلي إثبات بالأدلة تأثير عاطفي أثر الشخصية أثر الشخصية لاحظون المتحدث مكانته وصفاته ومهارته التواصلية ومتلقي كفاءته واتجاهته ونمطه الإدراكي ونمط شخصيته هنا متلقي ومتحدث وإيضا هنا نقوم مثلا في إثبات المنطقي دليل الشرعي تجربة علمية برهنة من مفهوم العلمي أقوال ومفكرين في التأثير العاطفي هنا التذكير بالنتاج والعواقب والترغيب والترهيب والقصة إثنان هل حدث أن رويت خبرا أو أجبت عن مسألة أو عرضت فكرة ثم شعرت أن المتلقي لم يصدق أو لم يقتنع أنت أخبرت بشيء فشعرت أنه هنا لم يصدقك أو لم يقتنع فأخذ يسأل عنها غيرك بحضورك يسأل غيرك بحضورك اروي هذه الحادثة زمناءك واستمع لقتصيم ثم دون استنتاجاتهم اذكر أي حادثة ونقول مثلا أن هنا عندما سمعتم من أحد المدرسين في المدرسة أنه سوف يقام حفل بمناسبة تكريم الطالب المثالي اليوم ولم تكن هناك أي أدلة واقعية مقنعة ولا ترتيبات المدرسة ولا أي دليل آخر لذلك تشكك زمنائي في الخبر وأخذوا في البحث عن الحقيقة وهو فعلا موجود لكن أحيانا العلامات غير موجودة على ذلك ثالثا أعطي أمثلة تدل على أن الشخصية أن الشخصية المتحدثة والشخصية المتلقي أثرا في نجاح التواصل الإقناعي على غير المثالات لاحظ هنا عريف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه الصادق الأمين النبي صلى الله عليه وسلم وكان لهاتين الصفتين أثرهما في تصديقه وقبول دعوته بالتأكيد هنا نعطي أمثلة على ذلك أيضا في أن شخصية المتحدث وشخصية المتلقي لها نجاح في التواصل ونقول هنا مثلا في ذلك ونقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغ دعوته إلى الناس كان يتمتع بشخصية قوية أهم صفاتها الصدق والإخلاص والأمانة وحب الآخرين وهو حريص على هدايتهم بذلك كان لهذه الشخصية أثر على بعض المتلقين فآمنوا به واتبعوه ونصروا الألماط الإدراكية بثلاثة أنواع بصري وسمعي وشعوري النمط البصري يدرك الأشياء على نحو أفضل بواسطة الرؤية وينعكس هذا على ألفاظه وعباراته فهو عادة نستخدم ألفاظا من مثل نظر رؤية تصور لمعان مضوح ألوان ظلام غيوم مشاهد أما النمط السمعي فغالبا ما تكون عباراته من مثل صوت وسمع ونغمات ورنين وصراخ قال كلام وإنصات سؤال إجابة وتكثر في عبارات النمط الشعوري ألفاظ من مثل شعور وإحساس وألم وخشن وصلب وناعم وحد وسرور وحار وبارد وضيق وخوف ويمكن المتحدث أن يكثر من استخدام الألفاظ المنتمية للنمط الإدراكي للمستمع في توصل بها إلى إقناعه لاحظ كيف تتأثر ألفاظ الشخص وتعبيراتي بنمط الإدراكي المفضل هنا النمط والألفاظ الدالة النص رمى بجسده المنهك على الأرض ممدد يديه في عياء شديد لقد يأس من عثوري على ابنه المفقود فلم يترك مكانا إلا وسأل عنه مضى على غيابي لابن ثلاثة أشهر لا فائدة ضاع كل شيء انتهت أحلامي وانسحقت حياتي لقد مضت الأيام وأنا أصبر وأتألم هنا مقطع قصة قصيرة بعنوان لوحة الحب للقاص السعودي ناصر الحجيلان هنا من نمط؟ هنا النمط شعوري النمط هنا شعوري جميعا حسنتم الألفاظ التي تدول على ذلك لا فائدة ضاع كل شيء انتهت أحلامي لاحظ نص آخر ثلاثة أيام مرت على بقاء هنا أسمع في أثناء الليل وقع خطة تجتاز بابي الأصوات الآتية عبر جدران الجس باكية حينا وضاحك حينا آخر هدير ماء الحمام القادم من أدنى الممر كل هذه الأشياء تذكرني بأني لست النزيل الوحيد هنا مطلع رواية الكاتب سوداني جمال محجوب وهنا هذا النمط نمط سمعي نمط جميل سمعي والألفاظ الدالة هدير وقع خطة أصوات باكية ضاحكة لاحظ نص الثالث ثم جاء ذلك اليوم الوردي وقد تجمعنا رغم قساوة الشمس في نشاهد الجسر وقد بدأ كتلة رمادية هائلة تمسك بحافتين مجرى ولابد أن المنظر كان مدهشا حقا فقد ساد الصمت لفترة طويلة ثم جرى احتفال أحمر وخضر وفضي من حكاية الجسر عبدالله السالمي وهذا النمط هو نمط بصري هو نمط بصري والألفاظ الدالة نشاهد المنظر ومدهش وأحمر خامسا هنا اكتشف الأنماط الإدراكية لزملائك اعمل مع مجموعة من خمسة أفراد يحكي كل فرد قصة أو فرد أو حادثة ويكتشفون النمط ثم يستمع الطلاب إلى تحليلات بعضهم ثم بعد ذلك أي الأنماط أشيع هل هناك نمط محدد لكل فرد أما هناك نماط مستداخلة أيضا من الذي تستفيدهم من هذه الأنماط التواصلية التواصل وهذا هو الهدف كيف تقنعه سادسا كيف يمكنك أن تؤثر على صديقك وتقنعه بأن يتخلى عن أحد يعيوبه مثلا الملازمة كالتدخين مثلا أو السهر أو الغياب عن المنزل أو اليأس أو سوء العلاقة بالآخرين إلى آخرين من الموضوعات إذا علمت أن نمطه الإدراكي إما بصري أو سمعي أو شعوري كيف تتعامل معه إذا كان نمطه الإدراكي بصري أو كان نمطه الإدراكي سمعي وكان نمطه الإدراكي شعوري إذا كان نمط بصري ونقول مثلا التدخين أعرض عليه صورا لرئات مثلا من البشر وقد أتلفها التدخين هنا نمط بصري طيب إذا كان نمطه سمعي ماذا أقول مثلا التحذير أيضا من أضرار التدخين وذكر قصة مؤثرة لمدخن مثلا توفي بسبب التدخين طيب إن كان نمطه شعوري فأنا هنا أقول بجانب شعور حزن هنا حزن أولاد مدخن على حالة أبيهم أشخاص ماتوا أيضا بسبب التدخين هنا أنماط الشخصية أنماط الشخصية صنف أصدقائك وزملائك صنف أصدقائك أنت وزملائك ومعلميك والمحيطين بك بحسب الأنماط الانبساطي تحليلي علمي حازم المتحفظ شمولي عاطفي ودي ولاحظ هنا كيف يتفعل مع الآخرين الاهتمام بالمعلومات اتخاذ القرار وحل القضايا هنا يمكنك أن تتصنف وأن تذكر ذلك وأن تبين هذه هنا أربع استراتيجيات للتأثير هنا استراتيجية للتأثير متى يمكن استخدام كل منهما أو كل منها متى يمكنك الجمع استراتيجية للتأثير قدم الحقائق التفصيلية والأدلة أعطي صورة عامة للموضوع ركز على علاقات والانفعالات العاطفية أعرض الخيارات والاحتمالات المنطقية متى تركز على واحد متى تأتي أو تجمع هذه الاستراتيجيات كلها في ذلك طبعا هنا مع النمط الشمولي ومع النمط التحليلي أحيانا قد أجمع مثلا أقدم الحقائق التفصيلية والأدلة وأحيانا أقول مع النمط الودي مثلا أعرض بعض الخيارات والاحتمالات المنطقية ومع النمط العاطفي هنا تركيز على العلاقات العاطفية والانفعالات مع العلاقات العاطفية والانفعالات هنا كيف تؤثر على عواطف الناس وتستميل قلوبهم اتبع الإجراءات الآتية لتقنع صديقك بالإقلاع عن التدخين الإجراءات استخدم الفاظا جذابة تخاطب العاطفة العبارات هنا يدمر صحة رائحة مقززة موت المحقق أيضا عبر عن علاقة الأخوية بينكما ثم هنا وظف قصص والأمثل الواقعية واستخدم التشبيهات والاستعارات كله على هذا الموضوع التدخين ونقول هنا الفاظا جذابة مثلا يدمر صحة رائحة مقززة موت المحقق يؤذي المحيطين بك كذلك مثلا يصيبك بالأمراض أيضا هنا أقول يحرق المال وكذلك يطرف الرئتين عبر عن العلاقة الأخوية بينكما تقول مثلا أنت عز أصدقائي أني أحبك في الله أنا حريص على مصلحتك أنتم أفضل أصدقائي إن كان أكثر من واحد ونقول مثلا أنتم رفقاء الدرب أنتم الصادقون إلى آخره هنا قصص وأمثلة واقعية عن قصة مثلا محزنة لأحد المدخنين ونقول مثلا كان شابا نافعا لم يكمل الثلاثين من عمره كان محرقة في التدخين ولكن عمره تفانى كما يتفانى الدخان وتوفي هنا استخدم تشبيهات الاستعارات أن المدخن كما يسعى لحتفه بنفسه لو أن شخصا يحرق كل يوم خمسة ريالات أتراه عاقلا أم مجنونا ونتذكر هنا كان أيضا محرقة في سجائر المدخن أيضا يفصل كفنه بيده يفصل كفنه بيده وهذه من التشبيهات والاستعارات عاشرة هنا تستخدم الأدلة والبراهين وعبارات المنطقية كوسائل للإقناع والتأثير حل الأساليب والوسائل الإقناعية في النصين آتيين النص أخذ عبيد الله بن زياد رجلا بجناية جناها أخوه فقال له الرجل أرأيت أن أتيتك بكتاب من أمير المؤمنين يأمرك بتخلية سبيلي فهل أنت فاعل؟ قال عبيد الله نعم فقال الرجل فإني قد أتيتك بكتاب من ربي أمير المؤمنين قال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى قال عبيد الله دعوه فإنه رجل لقنا حجته تحليل أساليب الإقناع هنا أيضا في نص آخر أقول رجال أمن الشجعان ولاد شهدائكم أبنائكم جميعا وأن جراحكم تنزف في كل قلب من قلوبنا وأن يدماءكم إسام شرف يعطي تربة الوطن الغالي يقول لهم أن هذا الوطن الوفي لن ينسى شهيدا مات وهو يدافع عن العقيدة والوطن ولينسى بطلا جرح وهو يؤدي واجبه ولن يهمي لن يتيم سقط والده في معركة الحق ضد الباطل ملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله هنا في النص الأول تحليل أساليب الإقناع نقول هنا استخدم الديل القرآني وأيضا الحوار وقوة الدليل في النص الثاني هنا عبارات عاطفية وخاطبة الوجدان في أساليب الإقناع هنا خاطبة الوجدان وخاطبة العاطف هنا أعطي عددا من الأدلة والحجج الإقناعية التي تصدق مضمون الصورة حاول أن تكون أدلة غير مكررة لدى الآخرين استمع لزملائك أيضا واسمعهم ما كتبت أن تعطي عدلة والزملائك كذلك يعطون عدلة ونقول مثلا هنا لقد خلق الله الأرض وبركها بما عليها وما عليها فقد أرسل فيها الرسل والأنبياء مبشرين ومنذرين لكي تعلوا كلمة الحق وتزهق كلمة الباطل فنور الله لا يطفئه ظالم ولقد جعل الله له بيوتا في الأرض فبيوته هي المساجد ومنها المسجد الحرام من الكعبة الذي باركه وبارك ما حوله فهو ينير العالم كله بل الكون كله فمن نوره ومن نور الإسلام تكاد أن تكون الأرض قمرا منيرا أو سراجا يضيء الكون كله بالحق والإيمان يمكنك أيضا أن تكتب أنت عبارة وزميلك كذلك يكتب عبارة أخرى دراسة حالة هنا أراد المدير أن يجري تغييرا كبيرا وشاملا في هيكل إدارته ومهماتها لقد أصدر عجلا من أوامر والتوجيهات قوبلت كلها بالإحمال والتذمر والمعارضة فعقد اجتماعا بموظفيه لإقناعهم بضرورة ما يدعو إليه من تعديلات فقال عندما تسلمت مهام مهمات الإدارة شعرت وكأنني في غابة كثيفة أشجار وتشابكة الأغصان لا يرى فيها الإنسان موضع قدمه ولقد عزمت على تحويلها إلى حديقة جميلة بديعة التنسيق ووضحة الطرقات عارضه أحد الموظفين قائلا ما معنى التنسيق أليس هو البتر والحذف أي جزء تريد استئصاله من هذا الجسد تخيل أن الطبيب أراد أن يحذف عضوا من جسدك لمجرد أنه لم يعجبه أتكون سعيدا بذلك إن جهل الطبيب بوظيفة ذلك العضو لا يعطيه الأحقية في بتره واستئصاله أيد الموظفون رأي زميلهم وبذلك لم ينجح المدير في إقناعهم بضرورة التغيير طيب هنا التعريق قال استعارة كل من مدير والموظف ماذا استخدم المدير وماذا استخدم الموظف ونقول هنا المدير شبه مدرسة بالغابة بينما الموظف شبهها بجسد الإنسان بجسد الإنسان وكان طبعا لذلك يختنع الموظفون أكثر لماذا كسب الموظف الجولة في الإقناع؟ لماذا كسب الموظف الجولة في الإقناع؟ وهنا نقول عندما شبه عمله المنشود بحديقة جميلة ذلك هو كيف أن تكون حديقة جميلة ثم يكون فيها البتر والإزالة ما الاستعارة بلية؟ يمكن أن يستخدمها منها المدير في هذا الموقف ما رأيك؟ لو استخدم المدير استعارة أخرى وتقول أنت باستعارة وثنان يشبه مكان العمل بالعائلة أن يشبه هذا مكان العمل بعائلتي الكبيرة وفي تنسيقها وفي ترتيبها وهكذا هنا المحامة فن هي فن الدفاع عن الحق كل مكون مجموعة من أربعة أفراد المتهم والمدعي العام والمحامي والقاضي أيضا أنتم مع بعضكم ثم تذكر حجج المدعي العام ثم تذكر حجج المحامي تذكر حجج المدعي وحجج المحامي المدهم طبعا شاب مثلا في الخامسة عشر من عمر والمدعي يحدد التهم موجهة ويطالب بالعقوبة كذلك المحامي يفند التهم ويبرغ والقاضي يستمع للحجج المدعي ونقول مثلا في السرعة الزايدة هنا الحجج مثلا وعدم احترام قواعد المرور وهذه كلها حجج شاب يرتاد المقاهي ويقول مثلا شاب يتسكع في الشوارع كل ذلك من الحجج مثلا المحامي يرد ويقول مثلا هذه حججا أو ظروف طارئة وهنا مثلا عدم احترام قواعد المرور فيتعذر المحامي ويقول مثلا عدم الانتباه للإشارة شاب يرتاد المقاهي ويقول ينبغي مراقبة المقاهي وإصلاحها كذلك شاب يتسكع في الشوارع يجب أن ترعاه الدولة لآخرهم من الحجج التي بإمكانك أن تذكرها الأيد العاملة هناك دائما وجهتان نظر مختلفتان حول توظيف المواطن السعودي فهناك من ينادي بشغل المهن الصغيرة بالأيدي السعودية كالبيع في المحلات التجارية وممارسة المهن اليدوية وفي المقابل هناك من يرفض هذا التوجه يطالب بتدريب الأيدي السعودية على ممارسة المهن ذات المستوى العالي كالمحاسبة والطب وهندسة المباني حاول أن تحدد السلبيات والإيجابيات لكل رأي منهما لتصل إلى تأييد أحد الرأيين اعرض رأيك على زملائك وناقش آرائهم هذه مجرد آراء كيف تقنع المهن ذات المستوى المنخفض والمهن ذات المستوى العالي مثلا من السلبيات في ذات المستوى المنخفض منهما خفض أنها مدعاة من الكسل وأنها عائد ضعيف إلى إمكانياته من الإيجابيات أيضا من السلبيات عفوا لذات المستوى العالي تقول تحتاج إلى وقت طويل للعمل على الذات حتى يتقنها وحتى يجود تلك المهن ويضا من الإيجابيات هنا سهلة في ذات المستوى المنخفض سهلة كثيرة لا تحتاج ويضا هنا في ذات المستوى العالي أيضا توضيف الطاقات والاعتماد عليها علق على النص مبينا أثر فنون البلاغة في بيان الفكرة وقوة الإقناع وهذا لمصطفى صادق الرافع عمر الذي فاق الملوك والزهاد عمر هبة من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم إذا مثلت بينه وبين عظماء الملوك وذهاقين الحكم وأساطين الفلسفة وعلماء الأخلاق ورجال الحياة العملية فقد يزيدون عليه من فنون الحياة بخيال كشعر الظلم إذا كانوا في مواضعهم من التاريخ وكان هو في مواضعه فأما إذا جئت به بهم إليه أو جئت به إليهم فوازنت خلقا بخلق وفضيلة وعملا بعمل وقوة بقوة وغاية بغاية فسترى شيئا إلهيا لا طاقة به للصناعة فقد وسعه وأعجزه وترى ثمت أقدارا ممثلة في التاريخ على ما قدرها الله تؤكد لك تأكيدا أنه يستحيل على غير عمر أن يكون عمر بذ الملوك وهو زاهد وبد الزهاد وهو ملك وفات الحكماء ولم يتعلم ووقف من الأخلاق على غاية بعيدة انقطع فلاسفة دونها وكيف يجتمع ملك النفس وملك النفس وعبوديتها وتأتلف القوة واللين وتتصل الرهبة والرجاء وتنتظم البطولة والحكمة ويجيء الدين والدنيا معا ويقوم العدل والقدرة على سنة واحدة فيتساوى هذا الكل المتناقض في اعتدل فيتزن فيضطرد كله نسقا واحدة في نفس وثيقة صافية مؤمنة رحيمة لسبيل عليها إلى طوالق الشهوات وبغتات الطبيعة ونزول الحياة فلا تبلغ من نكايتها مبلغا ولا مادونة كأن هذه النفس لا تتعرف من الدنيا قريبا ولا بعيدا على حين ليس في الدنيا قريب ولا بعيد لم تعرفه كان عمر بأخلاقه وأعماله كأنه التكرار الثالث لكلمة إلهية واحدة مرسلة في التأريخ صارخة في الدنيا مؤذنة بين الناس ذان الملائكة فكانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي أعجزت الخلق هي العظمة الأولى ثم تكررت في عمر الذي بلغ سنة صاحبه وهنا سنتذكر أهم الاستعارات والتشبيهات التي ذكرت وكيف أن نستخدم الكاتب هذه الاستعارات والتشبيهات تحدث فيها عن عمر رضي الله عنه هنا أستخدم دلالة الصور لتقديم استعارات تشبيهات أيضا لإصالف كارك هنا الموضوع والفكرة والنص هنا نقول مثلا كثرة الكلام والثرثرة والنص مثلا كان يقال من طول صمته اجتلب من الهيبة ما ينفعه ومن وحشتي ما لا يضره هنا مثلا في الفكرة التعاون ونقول يد الله مع الجماعة يد الله مع الجماعة هنا التفاوض فن تحقيق الممكن هنا أن تأتي بالتفاوض والخطوات التي يجب أن يعني في التوصل إلى صيرة اتفاق والتعاون والاتفاق والاختلاف وأهم النقاط وصفات المتفاوض صفات المتفاوض هذه هي أهم مكاسب أيضا وخسائر وما إلى ذلك هنا بالتعاون مع أحد زملائك اخترح الموضوع الذي تتفاوضان حوله مثلا موضوع التفاوضان حوله وسجل المحاور المفاوضة والبدائل التي يطرحها توصل إلى صيغة اتفاق ثم مثل الدور مثلا اخترأنا موضوع شراء بيت سعر البيت وعدد الأقصاء كذلك التنازل على بعض الأثاث وصيغة الاتفاق كيف أن تتم الاتفاق وأن تتمثل هذه الأدور هنا في كشف الكذب استراتيجية كثف الكذب والخداع تعبيرات الوجه والصوت حركة اليد والمرتبكة وتكرار لمس الأمث والظهر والذقن ثم التناقضات والاخطاف الحديث وأيضا الرسائل الكلامية وغير الكلامية وثم المحادثة بين مختلفين تمثيل الدور أيضا هنا يقوم عدد من الطلاب بسرد الأدوار وتمثيل ذلك وعلى بقية الزملاء اكتشاف الحديث الكذب مع بيان مؤشرات كذب الحديث أو صدقه هنا سجل بعض المواقف التي اكتشفت فيها كذب متحدث مثلا نقول هنا تأخر عن حضور إلى مكان لقاء فاعتذر بأنه نسي فأخذ يسوق الحجج ويكثر الحلف ويتلعثم نقول مثلا استخدم القسم وكان يتلعثم وغير واضح وغير مقنع زميني في العمل مثلا يعتذر عن حضور لإجرائه جراحة يتحدث من أحد المطاعم التي أجلس أنا فيها أيضا هنا طلبت من زميني إجراء محادثة من هاتفه فاعتذر بحجة أنه تركه في المنزل ومؤشرات الكذب رن جرس هاتفه وهذه في التواصل الإقناعي تحتاج إلى دعوة ونقض الحجج مع الحذر من التسفيه واستخدام اللغة غير مهذبة عليك بيان أخطاء بيان أوجه الضعف بيان المحاذير وبين أهداف والاستشهاد بعد الله ووقاع وأحداث هنا نص سنقرأ النص يقرأ هذا النص ثم الأدعاء والحجج والنقض ونحن نذكر مباشرة نقض هذا النص وكيف أنه تكرار الأمر في مستقرية وتأثيره يألف الإنسان كلام ولا يؤثر فيه هنا كيف تتحدث أيضا في التأثير المتراكم والتكرار في بعض الأحيان أنه قد يسبب الضيق والملل ومتطلب ذلك مع التكرار واكثر استعدادا إلى آخره هنا أيضا في الشعر العربي أن هناك في الشعر العربي جمال أي جمال لكنه ينطوي على عيوب نسقية خطيرة وشخصية حاذ الكذاب إلى آخره هنا الإدعاء أنه ينطوي شعر العربي على عيوب نسقية خطيرة فهو الذي أسس لثقافة الكذب والحجة هنا عرض الإدعاء وكانه من المسلمات طبعا أنت هنا في النقض تقول هناك من الشعراء لم يتكسبوا بشعرهم وكما يزعم ولم يقولوا أيضا ما لا ينبغي عن يقال وقد يكون الشعر لهدف الدفاع عن الدعوة كما كان حسان رضي الله عنه هنا فن المناظرة تقوم عن الإدعاء والحجج والنقض ثم ستتحدث أيضا بينها وبين زملائك ثم تصمم جدولا مع زملائك في ملاحظة والتقويم وتضع درجات لهذا الجدول موضوع المناظرة ووجهات الإدعاء وقوة الحجة والتأثير والقدرة على نقض الحجج وكذلك مجموع الدرجات وتكتب هنا في الموضوع المناظرة في بداية أيضا تابع هنا إحدى الحلقات الإذاعية أو التلفزيونية وتناقش خضية سجل اسم البرنامج والمحطة ثم موضوع النقاش وأسماء المتحاولين وكذلك المقدم ثم نذكر الدعاءات قوية وحجج وبراهين والدعاءات غير مقبولة وحجج وبراهين ضعيفة ونقض البراهين الضعيفة هنا أنت مدير العلاقات في إحدى المستشفيات الأهلية لقد رأيت أن تلقي محاضرة ماذا ستلقي؟ تعتقد أن هذه المحاضرة سجل بكثير من الكفاءة الطبية وقد وجهت الدعوة إلى عدد من الأطباء وجميع من المواطنين وهنا سنذكر بعض رؤوس الأقلام ونقول هنا مستشفى بني وجهز ثم تدب إليها فضل الأطباء وعدت مرض غرف للنوم والرواتب جميع العاملين في المستشفى النظافة والجمال العناقة هناك تعويضات وتكتب ما تريد المهم كيف تستطيع إقناع من الحضور أو من هم أمامك أيضا هنا في حدود خمس دقائق قدم محاضرة ودرس في مجال أي مجال معرفي تختاره أي مجال وتقنع به الآخرين احرص على الدقة والوضوح وأكتب ما يسهدونه زمنائك في ذلك مثلا مشكلة تأخر الدراسي تذكر مثلا الأفكار البيت والمدرسة وكذلك الطالب ثم تتحدث عن أساليب التأثير والإقناع عن ذلك هنا بطاقة ملاحظة اسم المحاضر ودقة العلمية ووضوح العرض وأساليب الإقناع هذا ما أردنا أن نريده في هذا الدرس صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين